اشتركوا في القناة 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 قبل عامين فهو مرض يعني خصنا ضروري نمشيو الاختصاصي طبيب مختص يدير اختبارات التركيز واختبارات تشتس الانتباه وفي ذلك الساعة نقل بلع انوغيجين جينيتيك يعني كالقوا بان هناك حالات مشابهة في الاسرة اما عند الكوزين اما الكوزين اما الفراء الاسترهم ام كالقوا واحد رابط وراتي وطبيب ذلك الساعة كيحتاج باش يعطيه ادوية هنا باش نفرقه الى كان الوليد كالم جسك دوز اون وتدخل المدرسة عباش بدا فيه فرط الحركة وعدم التركيز فهذا كذلك الساعة ما كندرجوهش في خانة المرض كندرجوه في خانة العرض سوف نشوفه شنه هما الاسباب اصل المشكل ولكنه ليس بمرض كنركز بان فرط الحركة وعدم التركيز كي ادي الى ضمور الدكاء الله سبحانه وتعالى خلق جميع الوليدات بواحد الكوي واحد الكوزين انتلكتوال اللي هو عالي يعني ما كينش وليد يعني ماش من حقنا كآباء نقوله مثلا والدي الكبير اد كامل والدي الصغير ولا هاد كامل هاد الوليد كل شي عنده ان كوزين انتلكتوال يعني ان كابيتال واحد الرأس مال جلدكا على حساب هادك الرأس مال جلدكا كيفاش كان نميوه واش غا نميوه في غلافان ولا واش غا طراله واحد ضمور مثلا الوليد كان كيتحرك بزاف وما كانش كيركز فاوتوماتيك مولوكوسيو انتلكتوال وغينقص داكو فكيكونوا يعني ورقوه يعني اسباب اللي كتقدر تعطيه مثلا فكتين موالك مالك مدال جولي جوست انسيستي على الاختلاف بين حالة مرادية وبين حالة عرادية فميغم وجولي انسيستي على كيفما كنردو البال ديك النبتة اللي غنكبرها بوحت طريقة صحية فلا امام شوز الوليد هو النبتة دينا هو الحصاد دينا داك اوتوماتيك مخصن انهي اولو جميع الظروف الملائمة اللي كتبدا بينسور من تغدية والانفيرونمون فاميليا لاني المحيط الاسري المحيط العاطفي كيفما تكرتين يعني مع هاد الامتلة هو انه خاصة نفرقه اولا ما بين تركيز ما بين تشتوت الانتباه ما بين نسيان لانه هما كيتشابهوا مع بعديتهم فكين واحد صعوبة كبيرة كين واحد اللبس بنسبة الاسباب اللي تكلمنا مثلا عن الاسباب شنو الاسباب اللي ممكن انه تخلي مثلا طفل في سن صغيره على انه يعاني من صعوبة في التركيز وفي الانتباه اولا كين وجود خلل في الهرمونات يعني هرمونات الغودة خصوصا الغودة الدرقية و الغودة الفوق درقية دونك مشكل ديالاتيغويد ومشكل ديالاتيغويد هذا الاول دوزياما كين خلل في النظام الغدائي سوف تقول كين الابحاث الاخرى ديال اللي في اوروبا تبسات بان الوليدات اللي كيستهلكو كمية كتيرة من كازيين الحاليب سوخطو كازيين الحاليب يعني مشتقات الحاليب هذيك المادة الكازيين اللي فيها فهما كيعانيه من ناجتاشون اكسسيف يعني حركية مفرطة الوليدات اللي كيتناولو مكسيبات الطعم مكسيبات اللون مكسيبات الرائحة المواد الحافظة المحليات الملوينات سوخطوها تاخد خازين والبنزوات فهما القابل ان عندهم نقص في التحصيل علياش لان هاد المكسيبات المواد الحافظة الملوينات فهي كتدير كتكبح امتصاص الكالسيوم والحديد والاملاح المدينية دوك الوليد اللي ما عندوش كالسيوم و ما عندوش حديد و ما عندوش املاح مدينية فاوتوماتيكما ما عندوش تاقل تحصيل دوك ناريف با اغتنير رابدما و هاد الامور في الغالب كتكون في دكسقاتة اللي تي بريوها الوليدات بزاف افكتما وليكولوران كيفما قلت الملوينات فعلا افكتما سوخطو للكولوران روجي جون لاتارتخازين والبنزوات هما اللي على رأس الملوينات علوغ اوسي الويدات اللي كيتناولو مدات غلوتامات السوديوم اللي هو بيانسور اللي كينف لشيبس اللي كينف بزاف ديالي فاسفود و جانكفوس اللي كتعطي داك طعم المالح والديد علوغ قبطو واحد النجموعة ديال الفئران وحقنوهم بمدات غلوتامات ديال السوديوم علوغ سبيل التجريبه فانقاو باندوك الفئران جاهم اناتا دو ديمانس يعني بحلا واحد نوع من الخرف يعني سوغلو الشان الخلايا الدهنية ديالهم فقدات داك الاكباسيتي ديالهم ودخلو في واحد النوع من الخرفة هذا باش نعطو مثال جوتامات السوديوم شنو كيدير في الخلايا الدهنية كينوسي قلة النوم اللي احنا كنعرفو بان النوم هو فرصة لترميم خلايا الدماغ علوغ الله سبحانه وتعالى خلق لنا النهار باش نعملو فيه ونشتغلو فيه والليل لسوبات يعني باش نعصو باش الخلايا الدهنية يتم ترميم ديالها باش نفكسي كي سيباسي لاجوني يعني مثلا باش نفكسي ودكشي اللي قرناه لاجوني خاصة انو حاجي الطفل من النوم يعني يرامشي بحدي الكبار افكتيما علوغ قلة النوم كتسبب عدم التركيز كينوسي نقص الفيتامينات من مجموعة باء باستا بيت سعود وبيت ناش والسيوغتو كنانسيستي على بيت سعود وبيت ناش اللي هما مسؤولين على توسكية اعصاب يعني توسكية افلياسيون نيرفو كينوسي لانيميا الحديد يعني من كينقص مادات الحديد فكينقص لغيفليكس دو كابتاشو كينقص سكر الدم لزيبوغليسامي اغربيتيشو علوغ امسا كيترا هاد نقص سكر الدم اولا عند الوليدات اللي كينعصو يعني واحد المدى وكيفيقو الصباح ما كيفتروش دوك اوتوماتيك مومن كيفيقو الصباح بعد واحد سعود سواء ولا عشرة سواء ديال النوم فهوما يان الجسم ديالهم فارغ من الطاقة دوك خصنا عطيوهم السكريات يعني وجبة الفطور مهم مجدل خيد خيز امبورتان هاد الوليد اللي غير مشي ليقلب لما يفطر ولا غير يفطر واحد امبتداج دو ديالباناج يعني ماشي امبري بتداج مشي وجبة الفطور متكاملة كيفيقو الصباح امفاس مع المعلم مع ديش يكون يمكن ريتوني يعني ديك لازلسسسسيون بعد مرة تسكي تلقاي المعلمين يقول لك انا كنحس بلوليدات دانان دان لن نياج يعني دي مرديالو ماشي معه يلي بالا بسكو الوليد عطيق ما عندو نقص في سكاكف autre شوز هاد نقص في سكاكف كيفيقو الصباح عند لوليدات اللي كيفترو بالحلاوة بالسكر اللي كيفطر مثلا بدأي كورفلك سكر اللي كيفطر بدأي بواسان شوكولاتي اللي كيفطر بلا كونفوتشو اللي كيفطر بسكر بدأي سكر تخي تخي غابيد شنو كيتغالو سكيف هذك اللحظة كيتلع لسكر كيدر أمبك دونك لكور دينا كيفرز مادات الانسولين من الوليد مع العشره كل الحداش ديال النهار أوتوماتيك مو الانسولين كتعطي لفا ديالها من ثمانية لعشره من ديزاغ الانزور الوليد كيعاني من إيبو غليسامي لأن سفدر كي يطلع لسكر بزاف مع الثمانية حت كيفطر الحلاوة ومع العشره اونا إن شوت دو غليسامي هذيك لا شوت كتدير واحد النوع من من الفاتيق والخومول كان اوسي ارتفاع درجة حرارة المكان سفدر الوليد إلا كان يعني يلبس بزاف ولا كان لشامب اللي يعني تخيشوفي ولا لكلاس اللي تخيشوفي فالوليد ما يقدر ش يخدم بسك لتمبراتور نرمال مخصاش تفوت واحد 20 دوغري ولا 21 دوغري هنا كنلاحظوا بأن مني كان سخنوا بزاف يعني ما كان مقوش مركزين ما كان مقوش مركزين وبعد مرات كان ميلوا النعاس ستبقوا لعوين الجنك يبدو يتغمدوا كين اوسي نوع الإضاءة كين يبلوزيور تيب ديال ديال لايتنج كالي كيأتر كهيج الأعصاب كالي هدأ الأعصاب ذاك الشي علاج في أوروبا كيخرجوا واحد ديالسيستام مودولاتر يعني هدو كل إذن تغيبتور ديال دوغري دروفهم واحد ديالسيستام بأن تدريجي كيبدا يخفاف كيبدا يخفاف ولا كيبدا يجهد على حساب لغ دولار جورني وعلى حساب الضو اللي كيدخل من من نافذة ويسي على حساب لسيزون يعني واش نحن في الشتاء واش نحن في الربيع واش نحن دوك هذا باش نبينو أهمية ديالإضاءة سا فيدير مثلا مشيحة الواليدين غير بغير يقتص دو في الفاكتور ديال الدو كيو غنديرو ديلمب إيكوناميك على رأس الوليد على رأس البيغو ديالو وغنطلبو منو يحفظ علوك لما جوريت ديال دوك ديلمب إيكوناميك كيعطيو واحد دو اللي هو بلوتي مجهد أنا كنعرفو بأن داك الدو بلوتي فهو غير مريح للأعصاب بالمقع علو كيو نوسي نقص في النواق العصبية على رأسهم بتريبتوفان اللي هي بخيكورسور للسيغوتونين هادك النواق العصبية اللي كتأدي إلى التراب في نشاط المخ وهاد تريبتوفان رام مرارا وتكرارا نذكرنا لاليس دياليز اللي فيهم تريبتوفان يعني الوليدات ما كنعطوهمش هادك الغذاء اللي غني بهاد الماد كيو نوسي المشكل في اللوي يعني بخولان دو سورديتي كل الوليدات اللي ما كيسمعش مزيان عندو لكاپاستي دانتند يعني ما كيسمعش مزيان ناقصة دونك اوتوماتيك من الطريقة داله باش كيدافع على هاد القضية انه كيتحرك بزاف انه كيدر ضجيج بزاف انه ما كيركش على خصن ديو ديكساعة عن طويب مختص ونقلبولو حاسة ديال السمع حتي يقدر يكون كيسمعنا هنا كنهضر معاه ولكن ما كيسمعش الأستاذ مني كيهدر بوحد صوت اللي هو شوية مخفض ألغ اوسي كان وجود خلال في الفهم كينشي وليدات اللي عندو مشكل ديال ديس لكسي ولا ديس غرافي يعني الوليد اما كيقدر شيكتب ولا كيكتب بالمقلوب الانفرس لشيفر للتر ولا ما كيقرأ بالمقلوب سفيدار كالكلمة وليو دولا وحد لسانس هدو مجموعة ديال اللي لتخوب اللي كينين سميتهم لديس كرافي لديس لديس لكسي غير المشكل واش المدرسة فيها ان بسيكولوج سيرتيفي اللي من الوليد غي 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 ترالو هدو المشكل غي الحق يدرلو تشخيص فوقت مبكي داكو لان هدوك الوليدات نرمال ما كنتم سكونابل انتي يعني يعني مثلا مكياخدش نفس الوقت ديال الوليدات الداخل يعني مثلا مانيك لقوال الوليد عنده نجيز غرافي واندي اسليكسي في المدارس الاجنبية شنو كيديرو كيديرو انتي اخطان يعني كنزيدوه طول الوقت على الوليد الاخر يعني مثلا المعلم غي يقرم على الوليدات مثلا حصة فيها ساعة لغدك الوليد اللي عندو انتخوبل غي يزيدو عشرين دقيقة لثلاثين دقيقة اللي غدي تكفاه على حسب الصعوبة اللي عندو وغين الصق مع البسيكولوج باش نقدرو نتجاوزو هذيك الديس لديس يعني مثلا في غضون واحد سنة ولا سنتين باش الوليد يرجع نرمال وريتما يوصل الوطير الوطير ما يحسنا نتبعو الوطير ديالول لأنها سيئة لديس موشكل أنه يعني ديس لديس 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 ديس لديس داخل مدراسة وداخل في بيت وأنه لو يكون أخوة مع بعضيتهم كل واحد والخاصية ديال لديس موهمية النتيجة لديس 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 داخل نفس الدرس ولكن كل واحد يأخذ وكتوف الواحد خاصة نحترموا الريتم لديس لديس هذا يعني من أسباب أسباب اجتماعية وعاطفية يعني مثلا يكون مشكل بين الآباء والوليدات يسمعون لديكم المشاكل ويحضرون لهم ولا ولاد الطفل جديد يعني يأتي مولود جديد في العائلة لذلك الوليد يحس براث مطيب إلى لذي يعني لم يبقى لديك الموضع اللي كان عنده قبل بعد مرات تعامل مع الأطفال بواحد الشكل غير صحيح يعني مثلا كان غوتوا عليهم ولا التوبيخ المستمر ولا العنف اللفضي ولا التقليل من شأن الطفل ولا الاستهزاء منه هذا كلهم يؤدي إلى حاجة وحدة إلى ضعف شخصية الطفل أوتوماتيك مولود يحس براث ولي ما يدير فهو ما يبقى شركز في القرية ديالو تأثر علي هذا المشكل دول يكون بسيط يحرصوا على تشجيع الطفل وتحفيز الطفل باش ينمو الطفل بواحد شخصية قوية ويقدر يواجه بها يشجعوه يحفزوه يعني يكون أمور تفاؤلية كتر كانوا سي الإفراط مشاهدة الرسوم متحركة أو التعبليت أو التليفات الأجهزة الإكترونية سيكون نعم نعم الأشياء التي تتطرق على الوليدات يعني بالنسبة لي فالوليد لم يخصوش في الفترة الدراسة لم يخصوش يفوت بين نص ساعة تلخمسة وربعين دقيقة في النهار أنه يشاهد التلفازة لحين بأن كالقى الوليدات من يدخله وهم قبالت التلفازة سيكون أغر لك تأدي الفقد تركيز عن الوليدات هل لديه صعوبة أخرى هل لديه الإدمان تدخلك في الأزمة البكاء الأساس أنه لا يجب يتفرج أو لا يجب يلعب فأكيد المواصلين دائما نكمل قبل لم يذهب للجانب الغذائي واللي مهم جدا بالنسبة لطرق العلاج كان بزاف طرق العلاج كتخسال إذا كان دياغنوستيك دون ملادي فهو سيد دوا علاج لأنك نتوجد أنواع دي الأدوية الأول ينقص من فرط الحركة يعني إذا كان من الأنفان والثاني ينشط خلايا الدماغ اللي مسؤولة على التركيز دون هذا إذا نديغنوستيك من ملادي داكو دوزيما كان العلاج اللي بازي سور البسيكوتيرابي يعني حيساس عند المسيكولوج خاص بالأطفال خاص بالأطفال إذا دياغنوستيك نفسي أن تخوبل حالا قلتي إن بسيكوتيرابي فاميليال يعني أن الأسرة الأم خصوصا بين صور مساعدة الأب ولكن سورة الأم اللي غتتخد زمام الأمور أولا كان أنسيستي على الاتصال البصري سا فدير كوا يعني هدق مع الوليد ديالي يفو أنسيستي أننا نفو لغيردي دون لزيو سا فدير كو باش نعطي واحد الأهمية بأن نحنا كانت تسلو به دابات تلما الاتصال البصري عندو واحد الامبورتانس كفلا ميدسين في الطب ولنا كان واحد لسكشون ديال ناتيوروباتي اللي كان ديرو التشخيص عبر الإيريس يعني تلما الاتصال البصري عندو واحد الأهمية أننا وصلنا على ناتيوروباتي أننا كان شوفوا الدياغنوزيك تتبزاف الأمراض عبر انسكانير دياليوريس كان أسي توفير المكان المناسب سا فدير هم مستصالون ولاف بيت الجلات اللي قبلتوا تلفازة واللي حدها الأسرة كلها ولا إفكتما لك الوليد يخصوا يكون قلت على واحد الكرسي اللي هو مريح اللي هو مريح واحد الإضاءة كيف ما قلنا اللي هي مزيانة التمبراتور ديال الشامب اللي تكون هي مزيانة يعني ما سخونة ما بردا يعني نوفروا لها دك الفضاء إفكتما بيانسور نسمحو الالتفل بشوية الحركة دماغ يخدم خمس وربعين دقيقة بوحد طريقة اللي هي متواصلة وإفكاس في كل خمس وربعين دقيقة نحن نعطي بانغوبو دو 20 مينوت دونك خمس وربعين دقيقة ديال الخدمة عشاني و 20 مينوت دو بوز وعبتاني يرجع لأنه ساعة للعمل وساعة لللعب إلا إحنا ما نخليه ساعة 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 ونحن نذكر واحد الحاجة الداكرة عندها ساعة معينة إلا زادت عنها تبدأ الداكرة بأنها تبدأ تمحي الفائد لذلك علاج الداكرة لا نحن نملكها بالتفاهات نحن نحن نملكها بشيء انترسان بشيء بشيء افكتما إلا نحن الوليدات نشجعهم على ممارسة أنشطة مختلفة ونحب بزاف وقت الفراغ مثلا الوليد اللي عندو وقت الفراغ خسنا نشغلوه إما برياضة إما بإنو تخلونج إما بإنو تخلونج إما بالفن ألوغ سيخطو تسكي الموسيقى الإزاغ كين ميوت تركيز ألوغ كين واحد صناتة دو موزاغ واحد المقطوعة ديال موسيقية ديالبيانو ديال موزاغ كتستعمل في البلدان سكندينفية ألوغ أحسن وأنجح مثال دراسي في العالم هو الميت الدراسي ديال فيلندا الوليدات كيقرون من سعود الصباح لوحدة ديالنهار ألوغ اللي غي يسمع كده يقول ما كيقرونه ألوغ من سعود لوحدة الصباح لدوغ ديال التحصيل ديالهم والتركيز ديالهم يدي تخي 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 زلفي ألوغ فهد السوناتة ديال موزاغ استعملوها في البلدان سكيندينافيا سيك في البوز ديال الوليدات ما كيقرونش لهم إن سونات ماشي الجارس كيقرون لها سوناتة دو موزاغ القوة بأن هذك المقطوعة ديال البيانو كتأثر على واحد الخلايا الدماغية وكترفع من نسبة التركيز ومن نسبة التحصيل ودابا ولو كيبيعوها سو فرم ديال أن المرأة الحاملة التي تكون ديال انسانت يعني كتسمع لها باش الجنين ديالها كي يخد منها يعني داك الليزان ديال وكي نصحو بأن الويدات صغر يعني في ديال الفترة ديالهم يترباو بهذا موسيقي وفكتي ديال ديال لزار